فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم سادة المشاهدين بتحية مليئة بالأمل والاحترام في برنامج سؤال وجواب في زمن الحروب كذلك في زمن السلام العلماء هم صمام الأمان لهذه الأمة لذلك لابد أن نرجع إلى العلماء وخاصة في مسائل الفتاوى سؤال وجواب نبدأ بأسئلتكم سادة المشاهدين التي أرسلتمها لنا عبر شبكة التواصل الاجتماعي ضيفنا لهذه الحلقة فضيلت الدكتور أحمد سعيد حوى أهلا وسهلا بك دكتور حياكم الله أهلا وسهلا وسهلا سلامكم الله نبدأ دكتور عند سؤال لمصطفى كلش يسأل سؤالين اثنين السؤال الأول يقول مصطفى أمارس رياضة الملاكمة فهل يجوز هذا شرعا مع العلم أن ممارستها فيه ضرب على الوجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدي مرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين الكريمة الرياضة من حيث المبدأ مأذون بها شرعا بل هي مطلوبة ومحببة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بعض أصحابه رضي الله عنهم أو يسابق حتى بعض أزواجه سيدة عائشة نعم فهذا من حيث المبدأ لكن نأتي الآن إلى أنواع من الرياضات وما يترتب عليها من ضرر إذا كانت من النوع الذي يمكن أن يترتب عليه إيذاء أو ضرر فهذا لا يجوز أخي الكريم لأن الإنسان مأمور بأن يحفظ نفسه وإخوانه أيضا ويبدو فعلا هذه الرياضة يترتب عليها حيث أنه بالذات الضرب على الرأس لذا كان شيوخنا أو بعض شيوخنا يكرح هذا النوع من الرياضة أو يعني إلا أن يتحاشى الضرب على الرأس أو على المواضع المؤذية أما إذا كان يعني إنسان يدخل أو قوانين اللعبة لا تمنع أن يضرب خصمه أو أن الخصم يضربه بما يمكن أن يؤدي إلى ضرر وإذا فهذا لا يجوز والله وعلا نفس الساء المصطفى يسأل هو طبعا مقيم في فرنسا يقول ما حكم إقامتي في فرنسا الآن والله أخير نظر إلى قضية الإقامة في بلاد الغرب وهي أصلا بلاد كفر بحسب المسمى الفقهي أو على الأقل يغلب فيها الكفر وإذا رجعت إلى كتب الفقهاء القدامى تجد أن هناك تشديدا في هذا الأمر بالنظر إلى بعض النصوص بعض النصوص ربما تحمل على مرحلة كانت الهجرة فيها واجبة كالهجرة من مكة عندما كانت دار كفر إلى المدينة وقد صارت هي دار الإسلام لكن خذ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية فكانه يخبر عن مستقبل مدينة مكة كرمها الله سبحانه وتعالى وشرفها وحرسها ولن تكون هجرة بعد ذلك من مكة المكرمة لكن بلاد أخرى قد يضطر الإنسان المسلم أن يهاجر من بلادها حيالا إلى بلاد أخرى هي بلاد كفر فمما يذكر هنا حالات معينة أظن أن الأمر فيها واسع منها طبعا إذا إنسان مضطر وأنا أعرف أخي الكريم ربما عايشنا هذه المرحلة إلى ما قبل الثورات أنه كثير من العاملين للإسلام من الدعاة المرموطين والمشهورين لا يجد مكانا في بلد عربي أو إسلامي فيضطر أحيانا للهجرة إلى بلاد الغرب وللأسف هذه صورة من الصور من الصور مثلا إنسان يهاجر إلى تلك البلاد لحاجتهم إليه حاجة تلك البلاد إلى الدعاة والعاملين للإسلام هذه قد تكون مطلوبة وواجبة مطلوبة وتقدر بقدر الحاجة أيضا منها أيضا حاجتنا أو حاجة الأمة لبعض الفروض الكفائية في العلوم الدنيوية يعني في الطب والهندسة وغيرها إن كان هذا العلم لا يوجد إلا في تلك البلاد لكن أنا أظن كثير من العلوم أصبحت متاحة في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين الآن مهم هذه حالات أظن أن الأمر فيها واسع ولا نختلف عليها لكن يبقى أخي الكريم أنه صار وللأسف شعور أو رغبة عند كثير من أبناء المسلمين أن يهاجر إلى تلك البلاد لمجرد تحسين وضع هو في بلده آمن على نفسه وأهله وماله هذا أتى سؤال خاص بالنسبة للسوريين يوسف أحمد من سوريا يقول ما حكو من ذهب إلى أوروبا من السوريين في هذا الزمن يبدو ممكن مسألة القصف وما يحدث على الأرض السورية أنه يا أخي ذهب إلى أوروبا فهل هذا يعتبر فرار من الزحف؟ يعني المسألة فيها جانبين المسألة الأولى ملحقة بالمسألة السابقة أن إنسان لظرف معين مضطر أو كذا ما وجد بلد تستقبله وأنا أقول وللأسف بعض البلاد العربية ضاقت أو ترفض أن تستقبل الكثير من السوريين ربما لو فتحت أبوابها لهاجر كثيرون ربما يكون لها سياسة في هذا الأمر أيضا حتى لا نحقق سياسة أخرى مرسوما من قبل إيران وحلفها لتفريغ البلد من أهلها من السنة تحديدا لكن وقع الحال أن يهاجر حتى من ابناء الطواف الآن يهاجرون أنا أقول أخي في جانب الضرورة هذا يراعى لا شك لكن في جانب آخر أشرت إليه أنه إحنا أخي الكريم أمام هذه المعركة يعني خروج الشباب خروج الذين حملوا السلاح دفاعا عن أنفسهم وعن أهليهم وعن أوطانهم طيب سينتهي الأمر إلى أنه فراغ الملد ولأن فعلا في شكوى عند كثير من الفصائل لنقل الفصائل الملتزمة الفصائل المحسوبة ذات توجه إسلامي ووطني يشكون من قلة أعداد المقاتلين وحملة السلاح لأنه أعداد شهداء كبيرة المصابين والجرحى ومن يذهب لا يعود فلا شك هذه قضية خطيرة أيضا فنقول من كان يعلم أن إخوانه بحاجة إليه فهذا واجبه هنا أن يقوم بواجبه وإحنا في بعض الصور يعني نقول يتعين القتال على بعض الأشخاص فهؤلاء لا يجوز لهم أن يغادروا وطبعا في صور قائمة وفي صور ربما يكون الإشكال في أمور أخرى يعني ليس بالضرورة دائما أن يكون الإشكال في الحاجة إلى العنصر البشري قد تكون الحاجة إلى قضايا مادية أو تسليحية أو ما إلى ذلك يراعى هذا الأمر لكن أنا أظن في كثير من الحالات عندما تطلب النجدة والمؤازرة فهذا أخي يرتب فرض عين على الأقرب فالأقرب على الأقرب فالأقرب كما قال الفقهاء وفي النهاية إذا ما تحققت الحاجة تتسع دائرة الوجوب لتشمل كل البلد بل حتى في نهاية لتشمل كل الأمة وهذا كلام الفقهاء في هذا واضح فنقول لمن يريد أن يهاجر في جانب أول أنه هل أنت مضطر لهذه الهجرة جانب ثاني هجرتك هل تخل بواجب هل أنت ممن يحتاج إليه في الداخل لخبرة نوعية في القتال أو حتى في الطباب فراغ البلد الآن من الأطباء صار ممرضين أخي الكريم يعني يجرون عمليات جراحية وإسافية أهل العلم والدعاة أيضا طلاب العلم أن يكونوا بين الناس أيضا هذا أيضا من الواجبات التي ينبغي أن نغطيها وإلا فنحن آثمون أيضا في نفس هذا السياق سمية نور الدين تسأل تقول صديقة طرت وهاجرات إلى ألمانيا بناتها صبايا وسجلوهم بمدارس مختلطة ولا تستطيع أن تمنع البنات من الذهاب للمدرسة ماذا تفعل؟ يعني نريد أن نؤكد أولا أن من حاجر إلى تلك البلاد إلى بلاد الغرب لسبب يراه مشروعا عليه أن يحفظ نفسه وأهله وأبنائه وبناته لأن ثقافة تلك المجتمع لا تتقيد بقيودنا أو بثقافتنا أو بقيمنا حتى وأخلاقنا وقضية الأولاد أو لا سمح الله ضياع الأولاد هذه قضية خطيرة وكبيرة ربما لا يفطن لها كثيرون ومعروف الآن أن الأجيال السابقة من حرص على حفظ أبنائه وبناته وفقه الله لكن الذين أهملوا أو قصروا أو ربما لم ينتبهوا ضاع أخي الكريم الجيل الثاني والثالث وربما أعداؤنا يراهنون على أبنائنا يعني هم يفتحون الآن باب الهجرة واستقبال النازحين وربما يغلب على ظنهم أنهم لن يستطيعوا أن يغيروا ثقافة أو معتقدات أو قيم أو أخلاق هؤلاء الذين هاجروا لكنهم يراهنون على الجيل الثاني وربما الثالث ومن خلال المدارس المدارس هي أوسع بوابة فنقول لمن طر للهجرة إلى تلك البلاد عليه أن يبحث عن مدارس إسلامية والآن بفضل الله في كثير من البلاد الغربية صار هناك مراكز إسلامية ومدارس إسلامية وبالتالي يستطيع من خلال هذه المدارس والمراكز أن يحفظ أبنائه ربما يشكل بعض أن هذه المدارس مكلفة أو لا نستطيع تحمل هذه التكاليف هنا نرجع فنؤكد هل أنت مضطر للإقامة في تلك البلاد أم أنك لست مضطرا ولا تستطيع أن تغطي نفقات أو تكاليف دراسة أبنائك في مدارس إسلامية أو مراكز إسلامية فعليك أن تعود إلى بلاد المسلمين وبلاد المسلمين فضل الله يعني الحمد لله هناك ساعة يعني تركيا مثلا هي بلد إسلامي ويستطيع الإنسان أن يحافظ على نفسه وأهله وقيمه وأخلاقه يحفظ دينه ودين أبنائه بإذن الله سبحانه وتعالى فنقول إن لم تكن هناك ضرورة للبقاء في تلك البلاد وكانت يخشى أو كانت تخشى على أبنائها أو بناتها فعليها أن تعود الآن قد نقول هناك حالات ضرورة ونفس الوقت ما عندنا إمكانية لنقل أبنائنا أو بناتنا إلى مدارس هنا بصير الواجب مضاعف في التربية وغرس المعاني الإيمانية والمتابعة الدؤوبة أولا بأول وربما الاستعانة بالجوار يعني صار فيه كثر الآن من المهاجرين وليس فقط من السوريين بالمناسبة يعني بلاد المسلمين المنكوبة كثيرة الآن فيتعامن هؤلاء ولو خارج إطار المراكل الإسلامية أو المدارس الإسلامية بلقاءات أسبوعية بدروس بيتية لنحفظ أبنائنا وبناتنا في تلك البلاد عائشة من سوريا تسأل تقول هل يجوز قراءة القرآن للمرأة بدون حجاب كثير ما ترد هذه الأسئلة وبعض النسوة يعني ينشرنا أنه لا يجوز لك أن تقرأ القرآن إذا ما لك حيطة حجاب أو غطى الصلاة فيما يقولون يعني ربما هذه من المعتقدات التي انتشرت فعلا بين العوام لكن أنا لا أعرف دليلا يمنع المرأة من قراءة القرآن إن كشفت عن رأسها لا لا يشترط لكن ممكن نقول الأكمل الأكمل يعني أنه تكون بلباس يشبه لباس الصلاة مثلا تستر نفسها كما تستر نفسها للصلاة لا شك أنه هذا أكمل وربما يستأنس بعضهم برواية يعني ما أدري مدى صحتها النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر خديجة رضي الله عنها إذا حضر جبريل عليه السلام لكن هذا أخي يعني لا يجب أو لا يدل صراحة على الوجوب ولا يمنع من قراءة القرآن بنسبة المرأة إن لم يتيسر لها أن تغطي رأسها في وقت القراءة مصطفى من مصر يقول هل المادة المنوية طاهرة أم نجسة وهل تجوز الصلاة بثوب أصابته هذه المادة يعني الشق الأول هي مسألة خلافية الشافع يقول المني طاهر باعتبار أصل خلق الإنسان والإنسان مخلوق مكرم وربما الشافع هنا نظر نظرة عقلية أو بناء على الرأي لكن قد يكون الأحوط ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أن هذه المادة نجسة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإزالته في الحالتين يعني يكون اكتفى بالفرق أنه بيّن أن الفرق يجزئ فيه إذا كان يابسا لا يعني بالضرورة أنه طاهر إن كان رطبا فلابد من غسله وإن كان يابسا أو جافا فلابد من إزالته ولا بالفرق فهذا هو الأحوط أخي الكريم لكن مع ذلك نقول قضية الصلاة بالثوب الذي أصابته نجاسة إذا افترضنا أننا رجحنا القول بالنجاسة يعني هنا أخي قد يعفى عن الشيء اليسير وفي ماذا باب حنيفة رحمه الله أيضا فسحة في هذا الأمر أنه أبو حنيفة يرى أنه يتساهل فيه في مقدار مقعر الكف إن كان مقدار هذه النجاسة أقل من ذلك تصح الصلاة بهذا الثوب ولا حرج إن شاء الله تعالى يسأل محمد من سوريا ما حكم قراءة القرآن بالعينين دون تحريك الشفتين هل يحسب له أجر؟ هو له أجر إن شاء الله لكن القراءة والذكر عموما على مراتب أعلاها وأفضلها وأكملها مجتمع فيه ذكر اللسان والقلب يعني أن ينطق بصوت يسمعه هو على الأقل مع استحضار القلب الصورة الثانية ذكر القلب الصورة الثالثة ذكر اللسان مع غفلة القلب هو حتى لو كان يذكر بلسانه نقول لعله شيئا فشيئا يستحضر يعني مع ذكر اللسان ذكر القلب لكن أكمل الصور مجتمع فيه ذكر اللسان يعني القراءة والنطق باللسان مع حضور القلب في هذا الذكر أو في هذه القراءة لكن في كل الحالات حتى النظر بالعينين الفقه يقولون له به أجر النظر إلى المصحف لأنه نوع من تعظيم عظم الله وبيان محبة كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا عبدالجبار من سوريا يسأل هل يجوز أن يسترد الرجل المهر إن لم يحصل عقد القران على الفتاة هو المهر أصلا لا يثبت إلا بالعقد نعم لا يتقرر إلا بالعقد ربما معنى فهذا اتفاق فقط كان اتفاق مشهور يعني هو جرت العادة ربما أحيانا أنه بتتم الخطبة ويبدأ يدفع جزء من المهر لبعض التجهيزات أو ما إلى ذلك ربما هذا سؤاله لم يعرف أن يعبر ربما أنه يقصد الهدايا قبل الهدايا موضوع آخر إذا كان الهدايا جزء مما اتفق عليه مع المهر وتوابع المهر نجاوب على كلا شقي السؤال أولا مسألة المهر الأن رضي حول شيء بنسبة للمهر المهر لا يتقرر إلا بالعقد وبعد ذلك يثبت إما بالدخول أو بالوفاة إذا حصلت وفاة حتى ولو قبل الدخول لبت المهر إلا أن تتنازل هي أو تسامح فترده للورثة أو لأهله وهي من المناسبة هي واحدة من الورثة إذا تم العقد الدخول طبعا يقرر المهر كاملا الخلوة الصحيحة عند أبي حنيفة تقرر المهر كاملا لكن إذا حصل طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة فلاها نص المهر إلا أن تسامح أو يسامحها هو بكل المهر لكن إذا لم يتم العقد فالهدايا المدفوعة أو المعطاء للفتاة المخطوبة إن كانت مما يشترط أو اتفق عليه على أنه من توابع المهر فلا حكم المهر إن لم تكن مما اشترط أو اتفق على أنه من توابع المهر هذه الهدايا فيها تفصيل حقيقة بين الفقهاء وأنا أميل إلى أنه في نوع من الهدايا يستهلك شيء من الضيافة والحلوة ما يحسن المطالبة بها لكن هناك نوع من الهدايا تبقى يعني بعض شيخنا يقول إنما أهدى هذه الهدايا على أمل قيام الحياة الزوجية فإذا لم تتم فمن حقي أن يطالب بها ما دامت قائمة وموجودة الله أعلم سائل يسأل هل حدد الشرع مقدارا معينا للمهر لا يزاد عليه ما في تحديد لسقف المهر بل إن القرآن ذكر شيئا كثيرا قال وآتيتم إحداهنا قطارا وهذا دلالة على الشيء الكثير لكن نقول إن الإسلام لا يرغب أو لا يحبذ المغالاة في المهور بل على العكس كان ينهى عن المغالاة في المهور وبيّنت النصوص إن البركة إنما تكون مع التيسير طبعا لا نفهم قضية التيسير إنه أن نهضم المرأة حقها أو أن نظلمها أو أنه ما نعطيها شيء لا التيسير يعني مراعاة العرف مراعاة قدرة الخاطب مراعاة الألبية مراعاة الظروف طبعا هذا يختلف إحنا الآن يعني لمسنا هذا الفارق ما قبل الثورة والآن ما قبل الثورة كان هناك مغالاة في المهور والآن بفضل الله يعني صار الناس يقدرون هذه الأوضاع وصار فيه تيسير في قضية الزواج في قضية المهور فهذا أخي مما يحبذه الشرع التيسير في قضية المهر وأنا أضرب مثال حتى ما أظن أن القضية يعني أن لا يكون هناك مهر أو أن لا يكون شيء في حديث عائشة يعني بيّنت أن أكثر مهر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم كان بحدود 12 أوقية ونصف يعني حسبناها أظن قدرناها بحدود 2000 دولار في بعض التقديرات وربما طبعا هي تقول هذا أكثر شيء أنه ما دفع ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني واحدة من نساء أكثر من ذلك في حديث عائشة رضي الله عنه نعم تسأل سائلة خديجة العبدالله من سوريا تقول ما هو حكم تزويج الأب بنته الصغيرة إذا أساء الاختيار هذا الأسف من المسائل المشكلة والمنقولة في فقنا وتراثنا ربما يؤذر الفقهاء أو جمهور الفقهاء أنهم أخذوا بظواهر بعض النصوص فذهبوا هذا قبل جمهور إلى جواز تزويج الصغيرة طبعا التزويج هنا بمعنى العقد ولا يعني بالضرورة الدخول إذا كان الدخول يؤذيها لكن مبدأ العقد قالوا يتوس واستندوا إلى ذلك والتي لم يحض قال كيف لها عدة وحصل طلاق وهي لم تحض يا طيب هي لم تحض هل بالضرورة لأنها صغيرة ولو ممكن أن يكون كبرت ولم تحض احتمال قائم وترى في قائد عند الاسوريين أنه الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال على كلها هي مسألة منقولة في فقنا لكن بعض المحققين ذهبوا إلى عدم جواز زواج الصغيرة على كلين الفقهاء يقولون للأب ولاية في تزويج الصغيرة ويسمونها ولاية إجبار أكثر من ذلك وبمعنى ولاية إجبار أنها حتى لو كبرت فليس لها خيار ما توافقت مع زوجها تطلب الخلوع ما رضي أن يخالع تشكو إلى القضاء تطلب التفريق أمر آخر هذه المسألة هكذا لكن الحقيقة لست مع هذا أنا أميل إلى قول من قال من الفقهاء المحققين أنه قضية زواج الصغيرة أو العقد على الصغيرة لا تسعفها النصوص أو على الأقل ليست هناك نصوص صريحة بل إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت الاستئمار أو الاستئذان لا تنكى حتى تستأمر حتى تستأذن كل ما هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيب ولا يعني أنه ذكر البكر أن تكون صغيرة وحتى تكون صاحبة قرار إذن ينبغي أن تكون عاقلة في مقام التكليف بالغة عاقلة فلذلك المسألة الحقيقة من أصلها بحاجة إلى إعادة نظر قد يشكل على الأمر أنهم يحتجون بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسعة وغيرها من الروايات ما حلش الرواية وردت لكن بالتحقيق الألمي وبمراجعة التواريخ هذه دراسة رقمية يعني ليست القضية قضية تكذيب نص ممكن يكون حصل وهم من الراوي حصل إشكال ما وهذه أحاديث الأحد يعترضها أو يعتريها ذلك من بعض الدراسات دراسات المحققين وصلوا إلى أنه زواج عائشة رضي الله عنها كان إما أنه عمرها ستعاشر سنة وبعض الدراسات قول تمنتعاشر سنة وبها دلة وبمقارنات وبينها وبين أسماء رضي الله عنها وتواريخ الوفاء وشياء ثابتة ومنقولة في الكتب فلا يبقى مستمسك صريح أو لا يبقى مستمسك قوي زواج الصغيرة أساءة الاختيار كما قلت لك كلام الفقهة أنه هذا حق للأب ويفترضون أيضا كمال الشفق أنه الأب ما ممكن يعني أن يرمي ابنتها وهكذا ممكن أن ترجع للقاضي إلى نقول أخي الكريم على فرض طبعا القوانين أحوال الشخصية الآن تمنع تمنع زواج الصغيرة قبل البلوغ وهذا رأي سديد ووجيه لكن نفرض أنه حصل وحصل إشكالات الآن ما عد في خيار بناء على كلام الفقهة فنقول لها أن ترفع الأمر إلى القضاء في هذه الحالة جزاك الله دكتور أحمد سعيد حوى في الحقيقة يوجد أسئلة أخرى ولكن الوقت تداركنا نشكرك دكتور أحمد سعيد حوى دكتور رافي الفقه الإسلامي وعصوله وعضو المجلس الإسلامي السوري حياكم الله أهلا وسهلا سلام عليكم الله ولا يسعني إلا أن أشكركم سادة المشاهدين على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم أرسل تساؤلاتكم على صفحة البرنامج في الفيسبوك سؤال وجواب أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن أحيانا الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته